حضرتك أو حضرتك بتقوموا بفتح الإنترنت وتدخلوا على الموقع الخاص بهيئة الضرائب مصلحة الضرائب وتعملوا الإقرار إلكترونياً والتسديد كمان إلكترونياً فيه بقى ناس بتقع منها بيانات فيه ناس ممكن تحط بيانات غلط بحسن نية مش بسوء نية فيه ناس ممكن يحصل أنه وهم بيشتغلوا يحصل فريز مثلاً أو يحصل مشكلة تقنية الناس دي كلها فيه إدارة المفترض أن حضرتك أو حضرتك برضو ترحولها إدارة خدمة أو مساعدة الممولين في مصلحة الضرائب عشان تساعدهم عشان ده نظام جديد علينا كلنا وده جزء من الحقيقة برضو التطوير اللي بيحصل فيه مصلحة الضرائب المسؤول عن الموضوع ده الأستاذ محسن الجيار براحب بحرك معنا فاني اهلا السلام بحضرتك أنا سيء جداً لما حضرتك في حدث في مصر لأن احنا طبعاً من خلال شاشة حضرتك هنقدر نقدم التوعية لإسادة الممولين نتمنى ذلك أنا قلت أنه فيه رقم تقريباً 3 مليون اللي بيقدموا الإقرارات غاية يوم 31 مارس وكمان مطلوب منهم أن يكونوا سددوا مع 31 مارس صح أو غلط؟ ده الحقيقة أنه طبعاً احنا دلوقتي فيه موسم الإقرارات الدربية الخاصة بالأشخاص الطبيعية أو الأشخاص الطبيعيين وإن شاء الله اللي هينتهي بإزد الله تعالى فيه نهاية مارس الحالي والنهاردة كان فيه تصريحات لمعالي رئيس المصلحة أنه لا نية لمد مهلة تقديم الإقرارات 31 مارس و31 مارس ده آخرة ده آخرة بالضبط كده دلوقتي الإقرارات كلها بتتقدم إلكترونياً؟ آه بالضبط كده أصبحت الإقرارات في مصطحة الدرايب المصرية على كافة أنواع الدرايب بتتقدم بشكل إلكتروني سواء إقرار الدرايب على القيمة المضافة بيتقدم بشكل إلكتروني أو إقرار درايب الداخل بيتقدم بشكل إلكتروني سواء للأشخاص الطبيعين أو الأشخاص الاعتبارين يعني أي فرض التي مطالب أنه يقدم الإقرار بتاعه هو له سجل إلكتروني على موقع الهيئة موقع مصلحة الضرائب بالضبط كده أنه مطالب من كل ممول من ضمن الممولين أنه هو يسجل نفسه على بوابة البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب وبيتم بعد عملية التسجيل أنه هو يبدأ يقدم الإكرار الخاص به إحنا في مصلحة الضرائب المصرية موفرين تولز كتير جدا متنوعة علشان نساعد الممولين في عملية التسجيل وعملية تقديم الإكرارات من ضمن التولز دي مثلا الفيديوهات اللي إحنا عاملينها ماشيين معاهم خطوة بخطوة علشان يقدروا يقدموا أو يقدروا يسجلوا على المنظومة وكمان عاملين نمازج بشكل فيديوهات على النمازج اللي الممول هيقدر يقدمها بالنسبة لي الأشخاص الطبعين سواء النمازج المرتبطة على حسب نشاط كل ممول إي أكتر ترجمة نانسي قنقر